بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطالبات وطالبات المرحلة الثانوية العامة ورحمة الله في صف الثاني الثانية وهنا قناة مستوى السعزة لشرح تفسيط قعد اللغة الإنجليزية إن شاء الله شباب مستمرين مع كتاب جيم الوحدة التانية الدرسين تاتة أربعون النهاردة إن شاء الله نختتمهم مع تيستيورسيل في اختبال نفسك ودي بيبقى فيها شباب ميموعة من التذيبات بيكون عندي مجموعة من الجمل وكمان على اللانجوج اللي عادة في الجزء ده من الوحدة على بركة الله نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم علي فراج مين هو ده قال لك ده جيبشان سكواش بلايار لعب السكواش المصري is currently currently معناها مؤخرا يعني في اليومين اللي عددوا الفترة الحالية اللي احنا فيها دي فرق بعدها number one الأول in the list في قائمة of world professional players قائمة المحترفين في اللعبة في ايه في القائمة هو number one طيب no considered بمعنى يعتبر is خلي بالك من ايه الموجودة تدي بناء المجهول في المدارة البسيط is considered يعني يعتبر regulated معناها شرعة regarded معناها نظرة وعندي mood معناها تحركة او انتقل ايه is currently considered يعني في الوقت اللي احنا فيه او مؤخرا يعتبر number one في قائمة لعب السكواش في العالم the farm owner insists on مالك المزرعة بيصر عليه having both ان يكون عنده كلا من dairy اللي هي الحاجات اللي هي منتجات الالبان and they about on the farm وكذا في المزرعة بتاعته poultry اللي هي الدواجن beef اللي هي منتجات اللحوم من الأبقار تحديدا dairy دي منتجات الالبان بحرية ناطس اللي هو كل المكسرات الفول السوداني والفوستق والبونتو كل الحاجات دي هو اللي عليها ناطس طيب خلي حاجات لها علاقة بعضة دي اللي هي منتجات الالبان منتجات الالبان ده هي بتيجي من ايه بتيجي من اللي هي live stock او اللي بنو عليها cattle اللي هي الحيوانات الكبيرة اللي هي زي الأبقار والجموس والحاجات زي كده هي الحيوانات دي هي هي اللي تعمل معها بيف يبادين اخدها عجاب مثل المتحت is a careful driver الساز متحت ده راجل بيسوق بعناء وحرص وراجل بيخذ باله من القيادة and all وزو دايما يبقى فرق بعدها the speed limit اللي هو الحد الاقصى للسرعة of the roads اللي الطرق هي drives on اللي بيسوق عليه يترى reflex بمعنى يعكس اوه يتأمل ولا benefits يستفيد او ينتفع من ولا fix you answer ولا respect يحترم هي دي بيحترم حدود السرعة الراجل مش بيتخطاه this building is not really هذا المبنى ليس حقيقة ايه for wheel chair users لمستخدم الكراسي المتحركة رب نعافينا as it doesn't have لانه ليس به such facilities مثل هذه ايه التيسيرات او التسهيلات او المرافق إبا دابا ايه ليس ايه available متاح ولا suitable مناسب او ملائم ولا reputable reputable معناها حسن السمعة وعندي available معناها يمكن تجنبه هذا المبنى is not really suitable ليس مناسبا او ملائمة نحرك الشاشة نخليكم لخمسة زهرة قدامنا بطولة يفضل بلك فيها some kinds of flowers بعض انواع الزهور such as sunflowers مثل عباد الشمس can grow in hot or humid يمكنها ان تنمو في ايه دا الحار ورد ايه بقى ايه دا ايه دا يترسويل اللي هي تربة القابلة للزراع ولا اتموسفير اللي هي الغلاف الجوي ولا climate مناخ ولا depth عمق كده هو بتكلم عن climate الشباب المناخ ايجابة وحينه صحيح after selling the factory بعد بيع المصنع صامي بلويز بعض الموظفين were given the اعطوا ايه بها of retiring اللي هو التقاعد early في سن مبكرة يترى option بمعنى اختيار ولا necessity ضرورة ولا task مهمة ولا duty واجب ادهم ال option بعد اختيار لجما احنا هنبيع المصنع عايز تطلع معاش بادري براحتك مش عايز ايه دي حاجتين before starting your own business قبل ما تبدأ البزنس بتاعك يعني تعمل البزنس لنفسك يوشوت بي familiar with لازم تكون متقالف مع the governments ايه بقى and regulations regulations معناها تشريعات حاجات لها علاقة بالحكومة ايه بقى rails اللي هي سكة حديد ولا rolls اللي هي جمع كلمة بكرة ولا rolls معنى ادوار ولا rules اللي هي معنى قواعد وقوانين هي دي الإجابة لازم تكون متقالف مع القوانين الحكومية والتشريعات I don't share your belief about the role of women انا لا اشاركك الرأي او طبعا هنا belief بمعنى رأي واعتقاد فيما يخص دور المرأة ده معنى انه لرأي مختلف عنه ده ناون belief belief بمعنى زي مولنا اعتقاد او رأي can be the opposite ده رأي واعتقاد يعني ممكن يكون عكس ايه ده concept مفهوم ولا ثيني نظرية ولا doubt شك ولا faith ايمان انه بقى فيه belief بمعنى اعتقاد بشيء او ايمان بي انه عكسها انه بقى في شك doubt this section of the hypermarket هذا القسم من hypermarket sells meat بيبيع لحوم فراغ بعدها like hot dogs and burgers hot dogs والبرجر نقول عليها نقانق والبرجر طيب null productions اللي هي عملية الانتاج نفسها products المنتجات ذاتها المنتج اللي انت انتاجه زي مثلا hot dogs والبرجر هنا حسب الكلام قدام articles معناها مقالات واكستراكت معناها مقتبسات يعني زي ابيات او اجزاء من نص انت بتقتبسها كده هو بيبيع ايبا بيبيع products منتجات الخبراء بينصحوا الامهات ان هما يحاولوا او يجربوا ان هما يجعلوا اطفالهم الصغيرين ايبا في الاعمال المنزلية share معناها يتشارك divide يقسم prefer يفضل و leave يغادر share in يشارك يعني كلهم دور you don't have to pay for your flights انت مش محتاج انك انت تدفع لرحلة الجوية طيب ليه عم مش هدفع رحلة الجوية they are لانها يبقى in the price في تمن of your holiday الاجازة ها يبقى consistent معناها تكونة من contained بمعنى احتوى على included معناها تم تضمينه فيه و include معناها غلفة included يعني يعني هم رحلة معينة او اجازة معينة هذه الاجازة بيبقى فيها كافة المصاريف متضمنة او مجتملة على السفر والقامة والاكل والشرب بحاجات دي كلها نحرك الشاشة عشان جوم المتناشط اتظر افضل الواجب فيها الرجل السري بزل جهود عظيمة علشان يبقى member of society عنصر من عناصر المجتمع وعضو فيه المجتمع يترى disrespected معناها غير محترم respect يحترم او respect الاحترام بذاته respecting وغد شكل وعندي respected تديني ايضا صفة respected member معناها عضو جدير بالاحترام فرض جدير بالاحترام عنصر من عناصر المجتمع جديرة بالاحترام وبالمناسبة لفعل respect ما ينفعش يكون فيه شكل الوزير المالية ماله يا عمي فراغ بعدها نظام معين للأجور وهذا النظام جديد كل الموظفين الحكومة للأستير للسنة العادية رفض قدم نظام جديد للأجور زوجة بعدها شم النسيم يعود تاريخه وقت الفرعنة يتر بمعنى توجه أو خطأ أو التقليد تقليد تقليد معناها عرف موجود في المجتمع أو شيء الناس بيجي من أمور تقليدية اللي بتعملها بتلغي تقليدية وعند يبحث يبقى يبقى شم النسيم عبارة عن حاجة تقليدية المصرين بيعملوها ويرجع تاريخها إلى عهد الفرعنة موظم الشركات بتنفق الكثير من المال عايز حرف يجر أنا هنا وبعد كده ماركتينج أند ادفرتيزيج اللي هو التسويق والإعلانات يبقى عايز حرف يجر مع بمعنى ينفق مقدار من المال عدم نحرك الشاشة عشان نروح للجوز التاني وهو القواعد اللي جاية على درسين تربعة من الوحدة من طبعا الكمبراتف والسوبراتف هي المهمين على الوحدة دي كلها مقرن الصفات وتفضلها جولك التقط طلع لنا صفة من الجملة اللي جاية يعني الجملة دي عايزين منها صفة ايه هي الجملة ايه هي الجملة ايه هي دائما ما ارى جيراني الودودين يبقى كلمة فريند اللي هنا اللي صفة رانينج فاست بيجروا بسرعة فاست دي ظرف خلي بالك في النادي القريب من القرية طيب يترى هنا الصفة ايه احنا قلناها خلاص فريند يبقى نيبورز الجيران ما تنفعش فريند ايه فريند دي دي يا شباب صفة فيها الواي بمعنى ودود مش ظرف مش ظرف لان كلمة لما تشيل معناها صديق ودي مش صفة ده ناون بمعنى 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 بسرعة وده ظرف مش صفة لانه بيصف الفعل رن بيصف فعل الجاري يبقى فاست دي ظرف وليست صفة انما صفة مين الصفة هي فريند عندي يبقى ما يدرش يزود على ده يقلب الصفة يبقى لقارن الحالة اللي انت عايز ونحن مع الحالة اللي هو عليها حالة اللي هو عليها انه جاب اخر في الماشي مش يقدر يسرع اكتر يبقى دي ايه نسمعها مقارنة صفات ينفع نختم بيها بدون زال وانت هتختم من جملة زي ما حاصل قدامنا فاصل صف وضعه الطبيعي فاصل تفضيل فاصل 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 لو عايز اعمل اصرع واسع طبعا دي ايه مش احنا لطلبنا احنا هزين فاصل بس مقارنة الوضع اللي هو عايز عليه يكون عليه مع الوضع اللي هو عليه حاليا بالفعل بعد 3 أسابيع من الدراسة I began والمذاكرة I began to understand English انا بدأت افهم الانجليزي ايه عايز اقارن الحالة اللي انا كنت عليها من 3 سابيع واللي دلوقتي بعد 3 سابيع يبقى انت كده داخل ايه داخل في مقارنة بتفضل اللي انت وصلت له على العد عامل زي جملة اللي فولي كان فيها فاصل يبقى جود الصفة الطبيعية مدنفعش the farthest الابعد انا مليش دعو بيها انا باتكلم عن الصفة يبقى انت جبتلي فرض استلقى بعد ملنا بيها the better the better كده عايزة عاملة زي the more the more هو مش موجود الطرفين دولة موجود طرف واحد بس اللي هو ايه انا بقارن زي ما قلنا حالة على حالة تمام يبقى much better دا حاجة اسمها comparative phrase في الاجابة في 18 انا ماهر جدا في الطبخ يعني كده هو جاب لك I have ever known يبيتديني صياغة في المدارع التام انا باستخدمها في تفضيل الصفات فقط ما انفعش اجيبها مقارنة ولا الصفة الطبيعي ولا هي مقارنة بالاقل دا واشايف ان مامتو ايه مامتو هي الافضل لاني بقول ايه I am clever انا very clever كمان مش clever عادي كمان انا clever very clever بس ماما اعلى يبقى تاخد تفضيل الصفة the cleverest إجابة واحدة صحيحة لو كان علي أو تحتم علي بنا نختار ما بين الشخصية جمال و هاني جمال إزاي خلي بال بيتكلم عن اتنين يبقى تاخد مقارنة الصفات بس تبقى مسبوقة بزا زا موجودة يبقى تاخد مقارنة دين دول اتنين واحد اسمه جمال واحد اسمه هاني فني لي دي وغده شكل الظرف فني الصفة ده الطبيعي مور فني ما تنفعش لان الصفة فني صفة خاصة المقطع ما قدرش اجيبه قدامها مور اساسا اسمه تلزي اسمه جال للطبيب بتاعه انه بيشعر فجاء فرق بعدها تايرد ليتلي تايرد معناها مرهق وليتلي معناها مؤخر طيب كده هو جايب ايه بقى the most تفضيل ولا مور ان مور ولا such a ولا mini mini ما لهاش علاقة اساسا بموضوع مقارنة الصفات تمام؟ طيب يبقى ايه بقى؟ يبقى more and more يعني التعب بيبقى عنده اكتر واكتر بيزيد اكتر واكتر I like to travel light انا حب سافر خفيف يعني ما حبش يشيل مع حاجة ومسافر ما ياخدش معاي امتعة the وجايب فراغ بعدها the more than more كلما ايه بقى؟ كلما كان افضل ايه بقى في اللقى امتعة؟ هو بيقولك انا حب اسافر خفيف يبقى ده معنى ايه؟ كل مجلة الامتعة اللي معاك الشنط والحاجات اللي ااخدها كلما كان افضل طب فينها بقى؟ little معناها قليل وديه صفة مش مقارنة fewer ديه برضو دي مقارنة لكنها في شئة بالعدد more بالاكتر لسه هي اللي بالاقل زالس يعني كل مجلة اللاجيج كل مكان ده بتع الفيلم الفيلم اللي احنا شفناه مبارح كان وجاه في فراغ بعدها interesting ديه صفة معناها شيق of all دخلني في سكة تاني دخلني في سكة التفضيل لاني بقولك كزا وبعد كده شيق لكل الافلام اللي انا شفتهاها هذا الشهر see in this month يبقى انت كده عايز ايه؟ عايز تفضيل عايز تفضيل صياغة من صياغات التفضيل تتحطوا قدام الصفة ايه؟ interesting least تفضيل بالاقل بس ما فيش قدام هذا ولا يوجد ما يستريح حاس فزا احنا بنحزف ذالي بنحزفها لو في ملكية او في ترتيب هنا ما فيش تمام least ديه اقل تمام بالمقارنة مش بالتفضيل the least هي اللي فيها تفضيل اه مطش ما تنفعش انها تحتاج وراها مور عشان تديني مقارنة مش تفضيل التفضيل بذليست تفضيل بالاقل اقل فيلم تشويقا ايجابة هي صحيحة the froze golden parade الموكب الذهبي للمميوات الفراعونية وده تعمل يمكن من سنتين او ثلاثة is majestic رائع than مقارنة than any other اي اي موكب غيره people الناس بقا enjoyed watching it all over the world استمتعت بمشاهدته في كل حالة طب تبقى far more دي اسمها comparative phrase عبارة من عبارات المقارنة ولا lot التي ليست مقارنة ولا exactly as اللي بتقولك بالضبط يعني زي وزي ولا لس اقل لا يداش ده كان اعلى يبقى far more اجابة حسين مهر isn't دي نافي فراغ بعدها friendly as حسين خلي بالك احنا قلنا ان friendly دي صفة مش ظرف يعني اللي اللي فيها دول اصليين طيب نقول يبقى more friendly ولا so ولا far ولا مطش خلي بالك ان هو جايب ايه most other metals aren't معظم المعادن الاخرى ليست ايه as gold مثل الزهب طيب precious معناها ثمين وده صفة وضعات طبيعية the most precious ده تفضيل more precious دي مقارنة as وبعد كده precious وبعد كده as عشان تبقى الصياغة اكتملت والجملة معناها معظم المعادن الاخرى ليست ثمينة مثل الزهب احرك الشاشة شوية علشان الجملة المتبقية تظهر كلها معنا في الشاشة علي speaks french الشخص ده بتكلم اللغة الفرنسية فراغ بعدها than english يبقى دي مقارنة مش عارفينها بالاكتر ولا بالاقل ولا بالافضل ولا بالاسوأ few people understand him when he speaks it القليل من الناس بيفهموا لما بيكلم بعدها معنا انه بيكلمها بطريقة سيئة better مقارنة بالافضل good صفة ده الطبيعي worse مقارنة بالاسوأ وبست تفضيل من غير ذا انا عايز مقارنة يبقى worse than english بتكلم فرنساوي اسوأ time worked to get here than usual لان احنا نصل هنا اكتر من المعتاد طيب يبقى الوقت ده كان ايه a lot ولا little ولا long ولا لس لس هي اللي تديني مقارنة تمام نروح لي الجملة اللي بعدها بقولك فيها nada is 160 سنتيمتر nada is 160 سنتيمتر nada is 160 سنتيمتر and so is Sarah وكذلك سارة ده معنى ايه؟ ده معنى اني نادا وصارة نفس الطول كلمة height معناها طول وده نون طول ده صفة nada is younger than younger انا مالي بالسن انا بقارن في الطول يبقى ده جملة ده غلط nada and so are the same tall لا the same وراها نون مش صفة يبقى جملة ده غلط sara is taller than لا ده هما الاثنين نفس الطول يبقى كده الاجابة صحيحة ايه؟ nada is the same height as Sarah اجابة وحيدة صحيح one sentence doesn't give the same meaning as واحدة من الجملة دولة اللي هما ايه بيسى حد الاخر لا تعطي نفس المعنى زي الجملة دي لا احد is more intelligent اكثر زكاء than باسم من باسم in my class يعني انا عايز في الاربع جملة دولة واحدة معناها غير كده ايه غير كده؟ الجملة دي بتقول اني محدش في الفصل اكثر زكاء من باسم هاتلي جملة عكس الكلام ده باسم the most intelligent person in my class ده باسم كده افضل واحد يعني الجملة دي كده توافق الجملة الاصلية لا انا عايز واحدة عكسها باسم is more intelligent than any person in my class باسم اكثر زكاء من اي واحد في الفصل برضو بتدي نفس المعنى باسم is as intelligent as every person in my class باسم زكاءه بنفس زكاء الطلب اللي في الفصل لا أبا باسم لا باسم زكاءه مختلف ده هو احسن واحد فيهم يبا الجملة دي كده عكس الجملة الاصلية طيب no person is as intelligent as باسم in my class لا احد في الفصل في زكاء باسم لا دي كده متساوية مع الجملة الاصلية مين كده الجملة اللي اختلفت مع الجملة الاصلية الجملة في الحرف c الجملة دي عم غلط لا تتساوى في المعنى مع الجملة الاصلية قد هرميها كده شباب نكون انتهينا من تدريبات تستر سيلف على درسين تات 4 من الوحدة التانية لكن تدريبنا معك لم تنتهي بعد ان شاء الله انتظرنا في المزيد مع معلم خبير اللغة الانجليزية مصر السعزة السلام عليكم الله وبركاته